الاهلي والزمالك تعثروا في الفترات الماضية بصراحة مشكلة ان الدوري بتاعنا كمان شكله رايح لسكة ملل للأسف يعني ليه لسكة ملل انه واضح ان المنافسة هتبقى وحدية نادي الاهلي وخلاص للأسف مش للأسف ان الاهلي بينافس للأسف ان الاهلي بينافس لوحده انه الزمالك متراجع جدا في الدوري في يوتشر بيحاول يعني ايه بيمشي يكسب له 3-4 ممكن يقع ماتش تعادل ولا حاجة ماشي لسه برضو ها في النفس في يوتشر في المنافسة يعني بيرامدز النهاردة خسر فبرضو بيبعد شوية عن المنافسة ده يا جماعة نفسه انا عايز بيرامدز وفيوتشر وعايز الزمالك يرجع ونفسه ودوري ايه ده اللي بيبقى فيه فرقة تكسب الدوري تقريبا من الدور الاول او يعني تحسم الدور او يعني ملاش تحسم او تقترب من الفوز بالدوري من الدور الاول الدوري همش هيبقى حلو عايزين منافسة يا جماعة مش عايزين نرجع لأيام فاتت هتقول لي ايه ده مش عايز الاهل يكسب الدوري لا يكسب الدوري طبعا بالزمان يكسب الدوري طبعا وفيوتش يكسب الدوري طبعا اللي يتعب ويكتهد ويكسب ويشتغل بكلم عن المنافسة يا ريه المنافسة هم نحب الدوريات في اوروبا عشان فيها منافسة طول الوقت من الدوري الاسباني شوية فقط بعض من متعته عشان المنافسة بقت ريال مديده برشونة بس وحتى برشونة لو كسب ريال مديد يوم الحد خلاص خد الدوري هو كمان من بدري برضو فبرضو المنافسة حلوة تخلي المشاهدة يعني انت لما يبقى فيهم نفسة انت مثلا مشاجع اهلي لو فيهم نفسة هتبقى مركز مع مطشاط الزمالي وهتبقى مركز مع مطشاط بيراميد وهتبقى مركز مع مطشاط فيوتشار عايزهم يقع عشان خاطر في ايه تك تكسب نفس الامر جمالي الزمالي هتبقى مركز مع الاهلي والبال كده هتبقى مستمتع بعدد كبير من المباريات ومستني ده يقع ومستني ده يكسب والكلام اللطيف ده دلوقتي الامور الشكلها مش رايحة لسكة عظيم النهاردة بيراميد خسر من البنك الاهلي اتنين واحد وبنك الاهلي ده اول فوز مع بابا فسيليو فوز كان مستحق بصراحة البنك الاهلي لأبو بروح كبيرة جدا محمد فتح يتقدم ليه البنك الاهلي في دقيقة عشرين وتعادل فخر الدين بن يوسف لبيراميد في دقيقة سبعين دي الأهداف أمام حضراتكم هدف محمد فتح رأسية رائعة جدا جدا على فجرة في ناس لا محمد الشنو في الكرة دي بس نحسها صعبة جدا برضو هدف برامد حلوة بتاع فخر الدين بن يوسف فيه كرة حلوة فيه لعبة حلوة بعد كده في دقيقة واحد وتمانين وسامة جلال اللي فيه كلام كتير عن اهتمام النادي الأهلي به المدافع الدولي أخطأ خطأ غريب جدا قدام إصحاق ويعقوبه عشان يعمل عرضية يسجل منها محمود قعود الهدف الثاني وهدف الفوز دي البنك الأهلي بص بص بقى ايه مستحق الجلال بيعمل ايه ده وقت ده وقت ملوغط ماشي فيه مدافع كبير مدافع ده على فكرة هم مدافع رائع جدا بس أخطأ غريبة بصراحة أخطأ غريبة مبروك للبنك الأهلي فوز مستحق اليوم على بيرامنز وإن كان بيرامنز أيضا أضع بعض الفرص اللي كان ممكن يتعادل بها في نتيجة هذه المباراة المباراة